كما أنهما لم تتجاني الآicks إالنله Cordot جديد من الألوم تشكه يugene مفتاح شخصية النادي الأهلي دائما حضرة في البطولات الكبيرة في المتشات الكبيرة دائما راهن على النادي الأهلي الران دائما بيبقى الآن الحمد لله كان genius في النادي الأهلي رغم أن كان مثلا فيه تزبزب في الأداء في الفترة الأخيرة قدرت أنت في قدام اتحاد جده قدرت أن تزبزع في حاجة اسمها شخصية الفرق الكبيرة الشخصية دي مش هتلاقها موجودة غير في نادي الأهلي مهما الفرق الكورة مش فلوس بس أو مش أموال بس لازم يبقى عندك شخصية لازم يبقى عندك جماهيرية يعني النهاردة المباراة ما بين الأهلي والتحاد جده في جده وجمهور النادي الأهلي كان عدده أكتر من جمهور النادي التحاد جده ده مش هتلاقي غير في النادي الأهلي بس أنا بشوف أن دايما جمهور النادي الأهلي اللعب رقم واحد مبدأيا كده من أول المباراة أن جمهور الأهل يبقى مالي الملعب بيدي دفع معنوية رهيبة وحماس رهيب للعيبة. طول ما المباري. يعني وده وخلي بالك كابتن هاني كابتن إسلام. لو جمهور النادي الأهل متواجد في استاد القاهرة في كل المباريات بالعدد ده. النادي الأهل مش هيتغلب ولا مباراة ولا هيتعادل حتى. أو هنشوف شكل مختلف لأن النادي. يعني أنا كنت لعيب كورة وإسلام عارف الكلام ده. لما تنزل الملعب وتلاقي 50 60 70 ألف. ده بيبقى مختلف تماما لو نازل حتى الولايات خمس ستلاف واحد. بتدي روح بتدي شخصية. الجمهور اللعب رقم واحد. بس خلينا أقول لحضك أن في المباريات دي بتتلعب على التفاصيل الصغيرة. التفاصيل الصغيرة مبارح النادي الأهل نجح فيها كلها. بس كنا هنتكلم النهاردة بجزئين. نشرح للجماهير الحلقة لنهاردة جزئين. هنتكلم كيف استطاع مرسيل كولر التفوق على مرسيل جالاردو. مدرب الاتحاد جد. ده الجزء الثاني هيكون بقى على الشاشة التحليلية. تماما المباريات دي بتتلعب على التفاصيل الصغيرة. لو بصنا للتفاصيل الصغيرة زي ايه في الاول في الدقيقة تسعة كان فيه انفراد. الشناوي قدر انه هو يشيل. الكرة دي لو كانت دخلت كان الماتش هيتقلب دي اول تفصيلة نجح لحرس المرمى انه هو بيحول النتيجة. الحاجة الثانية كرة ضربة الجزاء أصلا كهرباء. كهرباء ليه دور مهم جدا في الضغط على الحكم. وانه هو يخلي باله من حاجة زي. ده الجزاء تعالي معلول. بتاع تعالي معلول. ايه بالظفر. برضو عالي معلول بشخصيته. انه هو يسدد في ظل. يعني بنزيمة مثلا ضيعها عالي معلول بشخصيته. وشخصية اللعاب الكبير انه هو يقدر يسجل في ظل التواجد الجماهيري ده. الحاجة الثانية الشناوي. لما بيصد راكلة جزاء زي ما صد قبل كده من مودريتش. بيصد النهاردة من بنزيمة. الشناوي كان نقطة التحول بتصدي لراكلة الجزاء. وحتى مع بداية الشط التاني بالانفراد اللي راح فيه اللعيب الوسط. مع بداية الشط التاني برضو قدر كل ده الشناوي فضل محافظ لك على النتيجة. كذلك واحد زي أحمد نبيل كوكا. بتشوفه بالروح دي والكتال ده في المشاركة. أحمد نبيل كوكا كان السر الخافي للنادي الأهل في المباراة. لأنه هو أبطل مفعول رومارينيو. رومارينيو احنا مشوفناهش. رومارينيو صح. رومارينيو اللي هو ناحية اليمين ما حسناش به. في الديئة الستين تتغير. كان له دور مهم جدا وهو بدأ به أصلا عشان يقفل على فابينيو. اللي هو اللعيب الارتكاز رقم 6. فحط كوكا عشان يقفل وحنشرح ده بالحالات. فالتفاصيل الصغيرة كذلك برضو استغلال الفرص. النهاردة بنزيمة جات له كذا فرصة ما سجلهاش. أنت النهاردة كل لعيب تنادي الأهلي تحت الكورة. مداية المساحات بشكل كويس جدا. لعبت على المرتدة في الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها. المساحات اللي وارد الظاهرين عندهم. وانت كمان قلت انت وكريم عندهم ما عندهمش قدرة على الترانزيشن. الارتداد من الحالة اللجومية للحالة الدفاعية مصبوطة كابتن هاني. فدي قدر مارسل كولر النهاردة قدر أنه يعمل الكلام ده. قدر أنه يستغل الهجمات المرتدة. الجنة الثالث أبسط مثال على الجنة إن حسين الشحات هو اللي قطع الكورة من بدايتها. بعد كده لعبها تاني برضو استلامها ولعبها الكهرباء. كهرباء عمل أسست الإمام عشور. فده هجمة مرتدة نموذجية. فانت النهاردة التفاصيل الصغيرة أنا بشوف أنها حسمة المباراة. كمان في نقطة مهمة جدا الجماعية. الفرق ما بين النادي الأهلي ونادي التحاد جدة في الأداء. التحاد جدة لعبه فردي. آه أسماء ونجوم كبيرة بين زيمة وكانتي. لكن اللاعبهم فردي كتير تحس إن ما فيش دور دفاعي ما فيش ارتداد دفاعي حتى إحنا اتكلمنا في النقطة دي إن الاتنين البرازيليين سواء رومارينيو أو كورنيدو الاتنين ما بيرجعوش كتير. فده عمل لهم مشكلة كمان مع تغيير الظاهرين مع بداية الشوت الثاني أثر عليهم بكتير فظهرت المساحات بشكل أكتر. برضو يحسب لمارس الكولر مارس الكولر النهاردة بصراحة بيحقق الانتصار بسلاسية رقم 19 مع النادي الأهلي. الناس كانت بتنتكت كولر يا جماعة ما فيش مدرب بيكسب كل المطشات والنهاردة جوارديولا بيتعادل كل مدرب طبيع هيقع في بعض الفترات. ده اللي احنا بنقوله في خلال الفترات في الشهور اللي فاتت مارس الكولر لكما كان بيتغلب مطش مثلا هو اتغلب مطشين بس السنة دي لما كان بيخسر مطش لما كان بيتعادل طبيعا حييجي فترة لأي دي كورة. بس هي جماهير النادي الأهلي دايما تحب تشوف أفضل أداة وأفضل نتيجة.